اللي شفناه مبارح كابتن محمود الخطيب لما كان ضيف مع الكابتن أحمد شبير وقال النادي الأهلي ليه هواه المختلف بحس إن النادي الأهلي ليه هوا جواه مختلف ده مبارح اللي احنا حسناه أيوة يا جماعة والله العظيم مشاعرات النادي الأهلي فيه هوا مختلف النادي الأهلي ليه طبيعته؟ ليه قصيصه؟ مبارح تشوف لحظات الفخر والفرحة تشوف السعادة، تشوف التضامن تشوف بداية المشهد الصبح والقايمة داخلة وتشوف نائب رئيس النادي الأهلي المهندس عمري فاروق وهو مع الكابتن محمود الخطيب وبيهتف بيب وبيب وده الإصار تشوف لحظة إعلان النتيجة مشهد أنا شفته يا أسامة والمهندس عمري فاروق بيحضن المهندس خالد مرتجي حضم تجاوز الدقيقتين يمكن كانت لحظة فيها كلام كتير جدا لمعنى كلمة الأهلي فوق الجميع بالتأكيد وهي دي إنجازات النادي الأهلي ومع دي طبعا لحظات يا جماعة إعلان مجلس إدارة النادي الأهلي أربع سنوات قادمة فكان العهد والوعد على إنهم يقدموا كل غالي ونفس من أجل النادي الأهلي وده اللي عهدناه في النادي الأهلي وده اللي دايما بنشكر عليه أعضاء الجمعية العمية فعلا ولا في غيره يخرحني أعضاء جمعية العمية للنادي الأهلي دائما دائما بتكون حريصة على اختيار الأصلح للنادي الأهلي صعب قوي صعب قوي تضحك على عضو الجمعية العمية لأن عضو الجمعية العمية ده تراث وتاريخ وتوارث للأجيال دايما بيعلو شأن النادي الأهلي ودايما الأهلي فوق الجميع وده كانت فرحته نسمع فرحة بعقلية جمهور الدرجة التالية الأهل بيفرح الأهل بيفرح مبارح شيء عظيم شيء عظيم مبارح مفيش فارج بين رئيس نائب رئيس عضو جمعية عمية جمهيري النادي الأهلي هو ده النادي الأهلي بعظمته والتاريخه ومورثاته من حقنا أننا نفخر ونزه بالفعل والله يا فارس بالنادي الأهلي لازم يا عسامة دي مشاهد للتاريخ ده بص حواليك بص في أي مكان مش هتلاقي زي النادي الأهلي بص في أي حتة مش هتلاقي في عظمة النادي الأهلي مش هتلاقي المشهد ده مش هتلاقي فكرة أن الجمعية العمومية بتقول لكابتن محمود الخطيب إنجح بمجموعتك إنجح بقيمتك إنجح إحنا بنديك الفرصة صوت الهتاب بيبو بيبو إحنا اخترنا بيبو اخترنا بيبو بقيمته بمجموعة عمله اخترنا بيبو وإحنا بنصق فيه بالكامل بكل رؤيته بكل اختياراته للمجلس اللي جاي شيء عظيم جدا شيء مهم جدا نجاح القيمة بالكامل ده مسئولية أكبر على القيمة كلها إن إحنا بنقول لكابتن محمود الخطيب إحنا منتظرين منك الأهلي بأعنيك اللي انت شايفها عظيم مفيش حد بينفسه ومفيش حد زيه بالتأكيد يا فارس وديه كانت رسالة أعضاء الجمعية العمية اللي زي ما قلت صعب أب قوي تضحك على عضو جمعية عمية وكانت يعني لو فيه بعض المنافسات أعتقد كانت محسومة بشكل كبير لقيمة الكابتن محمود الخطيب وبفوارك شاسعة ورسالة كانت مهمة جدا من أعضاء الجمعية العمية القيمة نجحت بأريحية تامة ده مهم جدا يا جماعة القيمة نجحت بأريحية تامة بنحترم كل المرشحين لأنهم في النهاية كلهم من أبناء النادي الأهلي ولكن نحترم أيضا رأي الجمعية العمومية اللي اختارت من وجهة نظرها ونتطفق معها في وجهة النظر المجلس الأصلح وهو الاستقرار للقائمة ده عادة النادي الأهلي ودي طبيعة النادي الأهلي ونتمنى التوفيق لمجلس الإدارة وممكن نستعرض فارس الأصوات الكابتن محمود الخطيب حصل على 19.307 صوت في منصب رئيس النادي الأهلي مهندس عمري فاروق حصل على 19.472 صوت كنائب رئيس للنادي الأهلي المهندس خالد مرتجي حصل على 14.210 صوت على منصب أمانة السندوق كابتن حسام غالي في العضوية فوق السن تحت السن فكان الأستاذ محمد الجرحي 15.102 والكابتن طبعا لعبة السباحة مية عاطف 14.281 صوت ده مجلس إدارة النادي الأهلي اللي طبعا تم تكليفه بالأمس بقيادة النادي الأهلي لمدة أربع سنوات قادمة بطموحات كبيرة طاليق بحجم النادي الأهلي في الوطن العربي محتاجين أن النادي الأهلي في تطور دائما ودائما أحلام جماهير النادي الأهلي لا سأفلها أنا وقفت يا أسامة عند الحب الحب كانت مظاهرة حب بكل ما تحمل الكلمة من معنى لكابتن محمود الخطيب كانت مظاهرة تأييد للباشمهندس العامري فاروق كانت مظاهرة تأييد وثقة في الرؤية وفي الكلام اللي قاله المهندس خالد مرتجي بشوف كمان أن الأعضاء فوق السن شفت مظاهرة حب وثقة في أفكار وقربه من الجامعية العمومية للأستاذ محمد ضماطي دكتور محمد شوقي وأستاذ محمد الغزاوي قد إيه هم مقريبين من الجامعية العمومية ومشاعرها كبيرة تجاههم أستاذ كابتن مهند مجدي وأيضا كل اللي كانوا موجودين فوق السن أستاذ طارق أنديل كان فعلا فيه مشاعر رائعة جدا حتى تحت السن يا أسامة الجرحي طبعا كان ظاهر جدا فكرة قربه من الجامعية العمومية وحبهم لي أكيد الكابتن مي كان برضو الجامعية العمومية كان رهان القيمة يا فرس هنا بقى الجامعية العمومية كانت بتقول فكرتني بمقولة البشمهندس خالد مرتجي فكرة أن كابتن محمود الخطيب زي القطر بيشد قيمته بجد كل الشكر لكم كل الحب لكم وكل الدعم لكم طبعا شكر لأعضاء الجامعية العمومية ونتمنى من مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل الاستمرار في تقديم ما هو أفضل للنادي الأهلي عندنا كثير من حيث الإنشاءات محتاجين أنها تستكمل وعندنا أيضا من حيث الألعاب الرياضية في كل الألعاب يمكن أنا كنت واقف مبارح مع أحد الأساطير في أحد الألعاب وبيتحدث عن فكرة الكابتن محمود الخطيب الكابتن أحمد صلاح أسطورة كرة الطيرة والكابتن عبدالله عبدالسلام أبو تريكا وبركات جيه كرة الطيرة وجيه المانويل جوزيه وهم بيتحدثوا عن عظمة النادي الأهلي وإزاي هم نشأوا فيه النادي الأهلي وهم معتدين أن هم يروا الكابتن محمود الخطيب من لاعب لعضو لأمين صندوق لنائب رئيس فكان عندهم سعادة بلغة وانتظار وشغف لإعلان القائمة بالفعل قائمة ومجلس إدارة يليك بطموحات جماهير وأعضاء النادي الأهلي عايز كمان أشكر أكيد 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 مبروك متولي على دور مبارح في الجامعة العمومية وعايز أقول لمر وعيد كل سنة وانت طيبة جات مخصوص من الخارج عشان تدعم كابتن محمود الخطيب لمسات ولفتات لا يمكن ننساها في يوم لتاريخ جامعية عمومية النادي الأهلي